اليوم بدنا نحكي عن أمور مالية يمكن مرات بسيجي شهر رمضان مكون كتير متحمسين ومرات يمكن نشتري زيادة عن حاجتنا وهذا الإشي بيوقعنا بضائقة مالية أو من حيث حالنا مستصعبين الأمور فاليوم خلينا نحكي عن كيف إحنا بنقدر ننظم أمورنا المالية وخاصة أنه يعني أيام بتفصلنا عن الشهر الفضيل. كلامك 100% صح والموضوع صراحة مهم على الأقل هلا قبل بداية رمضان. لازم نعرف أنه الصيام بالشرائع الدينية كلاتها أجع عشان ينظم سلوك. فإحنا لما نجي نحكي بالقرآن الكريم الله سبحانه وتعالى بحكي وكلوا واشربوا ما عنده إشكالي نكتوكل تشرب. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إنه لا يحب المسرفين. فإحنا نبدأ نصوم عشان الله سبحانه وتعالى لازم نمشي بالقواعد اللي الله سبحانه وتعالى حكالنا إياها. فقضية الإصراف واحدة النقطة الثانية قضية الصحة في رمضان عدم الاكثار من الأكل. أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكي. أو في حديثه شريف. صوموا تصحوا. ففي ربط بين الصيام والصحة. فإذا ما نيجي نأخذ الموضوع بهذا الاتجاه. ونمسك الصيام من كل أطراف. ويجبنا نطبق كل هاي النقاط مع بعض. هلا النقطة المهمة الثانية. إنه الصيام عبارة عن تشاركية. يعني اليوم بدي أشارك وأشعر بالفقير أو الجائع خلال النهار. ما بصير أتناقض مع حالي. وأعمل بالليل طاولة طويلة عريضة وبدي عفوا بصورها أو والله إحنا هك أفطرنا وهي كمية الأكل. هذا خاطئ جدا. كسلوك هذا خاطئ جدا. لأنه اليوم إحنا لازم ننظم سلوكنا في رمضان. أكثر من تنظيم فقط مادي. فقضية تشاركية في المشاعر مع الأشخاص. يجب أن تكون ليل وتكون النهار. رمضان ما بيختلف عن أي شهر تاني. يعني أنت وجبات الأكل اللي عم توكلها اليوم كانوا زمان يحكوا لازم توكل ثلاث وجبات. لكن الناس كانت تتحرك. اليوم قلة الحركة خلتك تعمل وجبتين بالنهار. هما الوجبتين موجدين. الفطور والسحور. يعني ما تغير الشهر بحيث أنه نعمل زيادة كبيرة في عملية الاستهلاك. الآن الأشي المهم اللي يجب أن نعرفه أنه عملية الاستهلاك الزائد. هي السبب في ارتفاع الأسعار في الرمضان. وبالتالي إثقال الهم على المستهلك. يعني أنا لما بقبل أي شيء في العالم إذا بتقبل أنت على السلعة بزيد سعرها. طبعا. فعملية الإقبال على السلعة بشكل متزايد وبشكل غير مبرر. يعني هو السلعة موجودة في السوق وما رح تطير هاي السلعة. وكل شيء موجود. أنت مش ضروري أنك تروح تشتري كل الناس تروح قبل رمضان بأربعة خمس أيام تشتري كل هذه الفلوس. وبالتالي. دائما مفتوح. طبيعيا رنده رح ترتفع أسعاره اللي رح يسيه يزيد الطلب عليه. هذا الحكي رح يساعد على احتكار. هذا الحكي رح يساعد على مواضيع الغش. طيب أنا مش ضروري أشتري لشهر رمضان كامل أنا بقدر أشتري كل أسبوع كمي اللي بدي إياها. مش ضروري فيه مواد كثير إحنا مشتريها بتخرب بالتلاج وإحنا مش مستهلكينها فيه مواد إحنا ما بنستهلكها في رمضان ما بنستهلكها في الأيام العادي من روح منجيبها نفسها ما بنستهلكها في رمضان. فبالتالي هاي الشغلات رح تخرب وراح تعملي مشاكل كبيرة جدا في عمليات الاستهلال. هذا مهم في عمليات السلوك. إذن عم بتقول مدامنا عم نحكي على السلوك برأيك هل هناك في وقت محدد يعني أنا أنظم سلوكي الشرائي والاستهلاكي كله بشكل عام سلوك. خلينا نحكي بدون ما نحكي تنظيم الميزانية. بعدين هذا بنجي له رند سؤالك مهم لأنه مربوط بالسيكولوجية تبعات الصيام. يعني اليوم إذا أنا بدي أروح قبل. عادة الناس بمتحب تطلع بتغير جو أو تضيع وقت قبل الصيام ب4-5-3 ساعات. مثلا العصر. بيطلع وين أروح ع السوق. حسنا ما دروح ع السوق أنا جعان. فبتالي راح أشتري كل شيء. صح. وإذا بدي أشتري كيلو لا لا بجوز كيلو ما يكفي لأني راح أكل كتير راح أشتري 2 كيلو. الصراحة والإشي الصح بعمليات الشراء في رمضان على فكرة هذا هذا سلوك من مارسوك. حتى بالنهار. باليوم العادي. حتى بكل السنة. باليوم العادي لما نكون جعانين ما تشتري لأني راح توقت تشتري شغلات كتير. صح. في رمضان. يا بشتري الصبح لأنه بكون نسا بعد أنا مش واصل لمرحة الجوع العالي. الصبح معاتها من 10 للساعة 12 ساعة 1 للساعة 2. هاي فترة كتير ممتازة. يا إما بشتري بعد الإفطار. هاي الوقتين سايكولوجيا الشخص ما بشتري كميات كبيرة من الأكل زيادة عن حاجته. سواء بالنوعية أو بالكمية. صح. نعم. بتعرفي ممكن كمان من المشاكل اللي بتواجهنا مش بس برمضان حتى بالأيام العادية بأنه يي نسينا نجيب شغلة وإنت مروح على الطريق خدها معاك. يي يجيب لنا كذا يي أنتو جبتوا هاي القصة طب أنا جبتها معي. ليه أنتو جي. ليه يصير في عندنا من هاتين تين. فهاي مرة تعمل هيك إرباك. وليلك سؤالك كتير مهم لنقطة كتير مهمة. إنه واحدة من النقاط الأساسية في رمضان. إنك تخلق ميزاني ثابتين رمضان. ثابتين ما تطلع عنها. منحدد إنه في مية متين تلاتمية تلاتمية خمسمية وات إذر كان المبلغ. إنه هاي ميزانية رمضان. ما بدأ تطلع عن هاي الميزانية. نقطة تانية اللي حكيت عنها لك كتير مهمة. لازم يكون شخص واحد مكسمم شخصيا هم اللي يشتغراض البيت لرمضان. لأنه إحنا منطلع كلنا أربع خمس أشخاص في البيت. واحد يجيب عصير تاني بيكون لو أنك حكت لي. أو جاب متران كيلو حلو. لا أنا كمان جبت لو أنه نسقنا مع بعض. وجهة نظري عمليات الشرع في رمضان يجب أن تكون مربوطة بشخص واحد أو شخصين بالحد الأعلى. تنسيق بيننا حتى ما يصرش زيادة في الكميات. زائد أن يكون في عنا تثبيت ميزانية ثابتة لرمضان قبل ما نبلش بالشهر. ما نتجاوزها؟ ما نتجاوزها. نعم. هلأ يفضل أنهم يعملوا الميزانية للشهر كله ولي يقسموها أسبوعية؟ هلأ ما في عنا إشكالية بتقسمها أسبوعيا. ماشي يسمع أعظم الناس بالمتوسطين لحال أو الأقل الميزانية هم ثابتة. نعم. هي معروفة. بس الأفضل أنه ما أشتري كل كميتي لرمضان أول الشهر. ماشي يعني عادة بأقدر أقسمها أسبوعيا حتى المواد ما تخرب حتى أنا أحدد عملية حتى أنظم ميزانيتي تنسيش كمان في عنا عيد بآخر رمضان. فبالتالي هذا العيد في ملابس للولاد الصغار في عيديات في مصاريف. فبالتالي لازم تكون عملية الميزانية. وجهة نظر تقسم أسبوعيا. نعم. رمضان والعيد. بالضبط. نعم. من هاي النقطة اللي عم تحكي عنها سواء أسبوعي وإحتياجاتي. هون بيجي موضوع الأولوية وإيش في عنا إحنا أولويات خلال هذا الشهر. وكمان موضوع الأولوية بتترتب لما تكون موجودة بنفس السوق. لما يكون فيه عروض كتير كبيرة. فأنت يمكن ما أبدك هالكمية ولا بدك هذا المنتج ولكن بسبب أنه سعر عم بتلاقيه متدني فأنت بتاخده أو أقل من السعر اللي انت متعود عليه فبتاخده. فأدي هذا كمان عم بيحدد الأولويات لإلنا بلا إحتياجاتنا في رمضان. هلأ صراحة الأولويات بالنسبة للأكل في رمضان عشان نكون واضحين جدا. الناس بلي بصوموا بعرفه. إنه إحنا أغلب الأكل بكون بين شربات أو سلطات. عادة طبقة الرئيسة بنوكل منه كمية قليلة. عادة. لذلك عملية الأولويات بتكون بهاي النقاط الأساسية. بعملية شراء تمور عصائر. هاي الشغلات اللي بتكون بداية الواحد بفطر عليها. النقطة التانية لو كان في عنده عروض مش غلط ناستغل هذا العرض خاصة إذا كان موعد انتهاء هاي المادة الطويلة. لكن يجب أن تكون كل مشترياتي ضمن الميزانية يعني حاططها. ما بدي أتجاوزها إنه في عرض. خلص أنا عارف إنه في عندي ميزانية ميت دينار بأسبوع. بدي ألتزم فيها حتى لو كان في عرض أني ما أشتري. لكن إذا كان ضمن الميزانية اللي عندي بقدر أشتري. الأولويات يجب أن تكون دائما مربوطة في نوعية الغذاء اللي العائلة بتوكلها. إذا أنا بركز إنه والله في عندي سلطات أو في عندي كبة أو في عندي سنبوسك أو في عندي شوربات هاي هي الأساسيات والطبق الرئيسي أقل. معناته تاني يوم لازم أركز على هذه الشغلات أكثر في المشتريات. وأستغل طبختي إنه أستغل آكلها اليوم وتاني يوم. لأن الله سبحانه وتعالى ما رح يقول لك بذر وكب الأكل يعني. حتى لو زاد عندي أكل. يا ما بتستهكوا تاني يوم يا ما أنه في عوائل معينة أنت بتقدر توزع بس ما نكبه لأنه حرام نعم 100% إذن خلينا نلخص النقاط الرئيسية اللي بتساعدها ننظم مصاريفنا بشهر رمضان النقطة الأساسية الأولى لازم يكون لدينا ميزانية ثابتة وواضحة جدا لرمضان بحيث أن ما أخرج عن هذه الميزانية النقطة الثانية أنت اللي بتحدد عملية رفع الأسعار أو تخفيضها لذلك عملية الهجوم على الأسعار على الأسواق غلط وعملية الشرائجة بأن تكون مربوطة بشخص واحد أو شخصين أوقات الشراء لازم تكون إما صباحا أو بعد الإفطار حتى ما يصرش عملية زيادة في عملية الاستهلاك شكرا إليك دكتور وليد الصالح قصائي الإدارة والتصويق شكرا لك أهلا وصلا بحضرتك